نجم أدي سؤال لك فتس آلفة صدام حسين واقف على المشنقة أكو أكثر من هاي لحظة الصدق أكو إنسان واقف على المشنقة يعني يعني شو اللي دي يؤدي الدور مالته إلى خير صدام حسين واقف على المشنقة وراح يعدموه يقول عاشت فلسطين عاشت الأمة العربية عاش العراق معناه العراق يأتي بالمرحلة الثالثة فيه اهتمامات صدام حسين فيه أولويات صدام حسين نفس الشي اليوم هم هناك واحد هنانا قاعد يقول لك عاش الإسلام وعاش سيد فلان يلا يقول عاش العراق فقصدي الغاية وين أنا هذا أضرب لك يا مثال لا صدام كان وطني بما فيه الكفاية ولكن كان يصور نفسه وطني ولا الآخرين وطني بما فيه الكفاية يعني إلا هناك استنساخ لتجربة صدام بالمرحلة الحالية أو محاكات لهذه التجربة مو استنساخ ومو تجربة هو نفس الخطأ نفس الخطأ الوقع به القومي الشوفيني وخلها يمزق دولة رائعة مثل العراق وينهكها وهي كانت من أجمل دول الشرق الأوسط نفس الخطأ وقع بيها بالإسلام السياسي أن العراق ليس أولوية بالنسبة له طيب لماذا قفز الإسلاميون إلى سدة السلطة هذا ليس في العراق هذا في سوريا في ليبيا في تونس في مصر الله تلاحق لها بالعراق باليمن من يدير هذا السنة هم وصلوا أم قدر لهم أن يصلوا لا هم وصلوا والسبب الآتي أنه بالستينيات والخمسينيات كانت الحركات الحقيقية هي حركات التحرر من الاستعمار وكانت هذه الحركات مقسومة ما بين القومية وما بين الاشتراكية الشوعية كانوا هذول الكفتين الأساسية وكل الأنظمة التي حكمت مثل ما حكم عندنا عبد الكلم قاسم مثل ما حكم جمال عبد الناصر في مصر كلهم جاءوا من هذه الخلفيات لأما خلفية قومية لأما خلفية شوعية اشتراكية مصحي هذا اللي كان موجود فطبقوا الاشتراكية والقومية بأسوأ تطبيق وضافوا عليها الدكتاتورية وضافوا عليها العسكراتية لذلك منه بقى بالساحة العربية أو بالساحة الشرق الأوسط منه بقى بقى فقط الإسلام السياسي لذلك رفع شعار الإسلام هو الحل وهنا نمت الحركات الإسلامية كبديل للقوميين وكبديل للاشتراكين والشوعيين وتعرف أن شعوب الشرق الأوسط هي شعوب الشرق شعوب عاطفية اجت الثورة الإيرانية بالتسعة وسبعين نمت هذا الشعور وقوته وأصبحت الشعوب كلها لا صوت يعلو على صوت الأحزاب الإسلام السياسي فهي مو أنه والله عملية مبرمجة وصنعت في مختبرات لا هي تسلسل طبيعي أنه كل الانقلابيين جاءوا من خلفية يا أما اشتراكية شوعية يا أما قومية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر